ورحمة الله وبركاته حي الله الجميع حياكم لا إله إلا الله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عندي اليوم سبحانية صاير من قديم الزمان هذا في أبوها كالرجال اللي يشتغل مزارع وكان هذا الرجال ما عنده لبنت وحده اسمه سارة وسارة يعني ما قابها يعني جمال لكن مؤدبة وخلوق وأبوه يحب وتوفت أمه وهي صغيرة ورباه أبوه أحسن تربية لكن لاحظ أنه يعني ما جاء أحد يخطب سارة كبرت سارة بالعمر يعني قارب عمره الثلاثين من أول يعني يعني يجي عمره الثلاثين خلاص تصير كبرت يعني على العرس لأنه البنات يخطب من يوم عمره خمسة عشر وتعرس وتعرس ذاك صدره أبو سارة وبس ينظر بنيته يقول يعني قهر ورامح الجاي خطبة وهي مش الله يعني بنت عاقلة ومؤدبة لكن زي ما قلت لكم أنه يعني ميب جميلة لا إله إلا الله لا مصلى على المحمد ولا وده أنه يروح يعني يحاسي الناس ولي يقول زوجه بنتي أو يروح لحد يحطه يقول يحطه عند وحدة يعني خطابة أو شيء ما وده تعفون يعني الأولين ينتشر الخبار هم من الناس يقول وراه وشبه بنته وراه يحرج عليها ضاق صدره واسكت وكل ما شاف بنته ضاق صدره قال كل اللي كبرى معه معيال وبنتي سارة ما تزوجت ومرة يعني منغث عشان بنته المهم أنه جاهك اليوم طالعا مع واحد زي ما تقولون للبر كاشة أو شيء علموه أنه ضاق صديقه قاعد يسولف ويفضف فضل صديقه وأنه شايلهمها البنت سارة وأنه يعني البناتها عرسا وهي ما عرست وأنه يحس أن البنت مدام ما عندها أم أنها مسكينة يعني ما تروح ولا تشاف ولا أحد يشوفها وأنه ما أحد يخطبها يسولف على صديقه يعني يفض فضله وهم كاشتين قال له صديقه شف أنا عندي لك فكرة علشان بنتك تعرس وله بأي عرس تأخذ له واحد ولد حموله ولد أصل وفاصل ويا سلام سلم قال تكفى وش لون علم من الله يوفك قال جبها الرجال هذا رجال شاعر وأعمى معروف يعني اسمه أحيان بقول لكم اسمه قال له ما لك إلا ابن حصيص هذا ابن حصيص شاعر يعني شاعر مرة مشاء الله مؤثر وأعمى كبير بالعمر وأعمى لكن مشاء الله تبارك الله له قبول عند الناس وشعره على طول الناس تناقلونه قال طيب وشلون قال نادوا عطوا شي طمعوا وهو من شاء الله تبارك الله أبد بيقوم سوق بنتك قال والله نكجبته يعني هالحل ممتاز ومعروف خلاص ابن حصيص لقاله ابن حصيص يعني زي ما تقولون يعني مؤثر لو مدح أي شي ولا قال للناس أي شي يصدقونه لأنه ما شاء الله أول شيء مؤثر وعنده قبول عند الناس وثاني شيء مشاء الله شعره مرة يعني الناس يحبونه ويتناقلونه ويصدقونه على طول أبوه أرسل وعزم ابن حصيص وجالمه ابن حصيص أبو سهارة نادى ابن حصيص وعزمه ويوم جالمه ابن حصيص علمه كل القصة وقال له قال له ابن حصيص طيب وش لي إذا زوجت بنتك وش تعطين قال شفت هن خلطين ذولي تراهن لك طول العمر طبعا من أول وين النخل يعني هل عنده نخل يا سلام لا إله إلا الله الله مصد على محمد فرح ابن حصيص وقال خراص ازهل هذا الموضوع عده منتهي مشاء الله تبارك الله ألف قصيدة بالبنت وراح المكان يتجمعون به أكبر الشباب وأحسن الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله يعني معروفين بالبلاد ولهم يعني صيت يوم إنه قعد قال له ها يا ابن حصيص عطنا وش عندك من القصيد وش عندك جديد دائم هم تعود يقصد عليهم أبقول لكم وش قال ابن حصيص والقصيدة اللي قاله لكن طبعا ما عرف أقره مثل هالقصيد لكن بحاول يقول لكم هيا ضبن حصيص في تالي نهاره ألف قافا ضميره مدرجاتي يا وجودي وجد مكسور الجبارة ساهرا تسعين ليلة ما يباتي أو وجودا اللي يفضل حاكم ديارة واخذ ماله والحريم مسلباتي عقم ماه تاج الراعي إمارة صار فلاحن أموره هيناتي كن في عينه من الفرقة شرارة أو مخاليب الوحوش الطائراتي ارتحل يحمود من بوز الفقارة أركى وحباله كورة كلفاتي الراحن عد يبدأ بمدح سارة يقول ولعتني بالهوى والحب سارة دلهتني عن غنادير البناتي يا حسايف بنت بن سلوم سارة عند دبوها تدرج مثل المهاتي عليك سارة مثل سكر في غضارة والجدائل بالرشوش من جدلاتي عن طوع لو يشوف خديد سارة طبق المصحف وعجل بالصراتي مذكر جار ذبح بالحب جارة بالمبيسم والثنايا المرهفاتي حالفا منسى ولا أسلى حب سارة كودها هالشقرة يخلونا الصلاتي شفتوا أول شي بدأ بالقصيدة عشان تشويق يشوقهم بعدين بدأ يمدح سارة وأنه متحسف شلون سارة بها المواصفات وتترك عن دبوة أنه يعني هو ما يقدر كان يعني يحب ويبي بس ما يقدر لأنه شائد وهم ما فكروا أنه شلون هالمدح وهو أعمى لكن على طول يوم سمعوا هالحد سيبدو الشباب كلهم قاموا يوم جاء من بات وكل الشباب اللي سمعوه يمدح تحمسوا وراحوا يخطبون سارة وفرحوا ومر واختار لها أزين رجال ومشاء الله معروف من أكبر يعني مشاء الله وجهاء البلد هاكي الوقت ليلى هل الله الله مصلى على محمد وزي ما قلت لكم طبعا هم ما فكروا أنه شلون يمدح أول شي أنه أعمى وشلون مدح يعني هالمدح لكن سبحان الله شو شلون سحر الكلام أن الكلام يسحر وهو عنده قوة تأثير ومشاء الله يعني لسان وزين وقصيد وزين ألموا أنه أخذ الرجال وطبعا شاف أنه في مبالغة بالكلام والمدح اللي سمعوا لكن أخلاق سارة وتربيتها خلطوا يعني ما يشوف للجمال ومشاء الله يعني كل الصفات اللي مدح بهن أبن حصيص مهم موجودات بسارة لكن سبحان الله شوفوا يعني تأثير الكلام والمدح أنه يعني أثر على هالشباب وكلهم جو يبوني خطبون سارة عقوب الحدي اللي سمعوه من هالشاعر هذا وسبحان الله ما شاء الله سارة تزوجات وجابت عيال وفرح وبي وتسبب ابنيته وابن حصيص هو السبب اللي مدحه ويعني زي ما تكون رفع سوقة وقوم سوقة وهذا تأثير الكلام سبحان الله يعني بوه كلام يرفعكم وبوه كلام يجب ولاحظوا دايم اللي يتكلم يقنع أكثر من اللي يكتب لا يلا اهلا الله مصر على محمد أنا عرف وحده تقول أنا كنت أكتب يعني فتحت سنابة عام تقول كنت أكتب ما أطلع صوتي تقول سبحان الله عقوب صرت يعني أطلع صوتي وسوي يعني إعلانات تقول يوم صرت تطلع صوتي وعندي سلوب بالإقناع صار ومشاء الله تبارك الله يعني إعلاناتي ناجحة وليه تأثير على المجتمع وعلى الحريم لأنه سبحان الله الكلام سي السحر سبحان الله عشان كذا الواحد لازم يصون لسانه عن الكلام البذيء والكلام اللي ما يصلح ولا يطلع من لسانه إلا الكلام الزين وهذه سبحانية الليلة قلته لكم وإن شاء الله نعجبكم ترجمة نانسي قنقر